الآن في تسارع كبير بالعالم له علاقة بأن الدولة العميقة في أمريكا تريد أن خلص ما بقى فيها تخوض حروب لذلك كل الملفات النائمة عندها كل الحزم القاتلة الموجودة في خزائنها تفرج عنها لبنان هاي الحزمة اللي استهدفت المقاومة سوريا ما نراه الآن من حزمة قاتلة وربما ما يكون بعد في شيء مخبة ما منعرف ما منعرف شو مخبيين بالشام شو مخبيين بتدمر بالصحراء بس سوريا تسقط ما حتسقط هذا التسارع لأنه تريد هذه الدولة العميقة بالفترة اللي فيها بين رئيس رايح ورئيس جاي تفقت مع الرئيسين أن ترمي بكل ثقلها حيث تربح الرئيس القادم يستثمر وحيث لا تربح تحولها إلى ورقة تفاوض لإعادة ترسيم المعادلات مع الخصوم وبالتالي نحن بمرحلة لما بيكونوا بشهرين عم متفرقع بكل الدنيا أكيد بده يكون اللي عم نشوفه هلأ وهذا بده صمود نفسي قبل ما نحكي على الصمود الجغرافي والصمود النفسي شرطه أنك تقول أنا خياراتي عشو بحد ده على الحق والله على القوة من يريد على القوة ينطر يعني يقول أنا ما والله الصورة مشوشة ومتعقدة ومتداخلة ويجب أن ننتظر كي نرى ونعلم يعني أين هي الصورة الحقيقية يقطع وقت لا يشوف مين بيربح بيزقف له واللي خياراته على أساس الحق يتفضل يقول وين الحق بمعيار فلسطين مين واقف مع فلسطين ومين بايع فلسطين هذه الجماعات التي تقاتل ضد الدولة في سوريا إلى إيد بفلسطين يعني في ريحة فلسطين فيها في شي بيان طالع أنا مش أريه مثلا عن موضوع مقاومة الاحتلال تحرير الجولان دعم غزة الأقصى والدفاع عن الأقصى ما بعرف إذا في على حد علمي ما في التركي مرجعها طيب والتركي في شي يعني في خير عاملوا من شان فلسطين بهالأزمة الأربعة عشر شهر سكر السفارة الإسرائيلية أطع العلاقات وقف تعامل اقتصادي شو؟ فما تقولولي والنظام ما مدري شو عامل آه كويس كويس النظام زيء يا أخي بديلكن أحسن؟ أنا أحكي هيك يعني شو يعني شو رصة أنه شو في الشعب السوري الشعب السوري منقسم في جزء من الشعب السوري واقف مع هذه الجماعات على خلفية عصبيات وهذا وفي جزء من الشعب السوري واقف مع الدولة إما على خلفية موقف سياسي وأما على خلفية أيضا انتماءات طائفية ومذهبية أي أن كان فما في شي اسمه الشعب السوري اليوم فيه شعوب ما في شي اسمه الشعب اللبناني كمان فيه شعوب وما في شي اسمه الشعب العراقي كمان فيه شعوب ضحك على حالنا ولماذا تأخذ الرد الإيراني ناطرينك مش أن الرد التركي يكون أولا ما تركيا بدا تنقذ الأقصى وبدأ تدافع عن غزة ناطرين خلي تركيا تفرجين ما لا بدأ توصل هي حمص شام للجولان وساعتها بدأ تتدفق الدبابات التركية باتجاه الجولان وضل صحبي وحده على سيناء يا شباب ما تعزبوا حالكم خيارات حقه باطل ما إلى علاقة بحسابات ما إلى علاقة بطوايف ما إلى علاقة بمزاهم الحق المطلق فلسطين بقياس فلسطين وسهل القياس على فلسطين سمحت السيد قدم حياته الجولاني مستعد يقدم حياته لفلسطين هاكي بتنقاس الإشياء السنوار قدم حياته هني يقدم حياته مستعد أردوغان يقدم حياته الرئيس الأسد مهدد بالاغتيال علنا علنا هالقد والله هالقد رسماله هالقد وهيني يعني أنه أنت لما بتصير معاييرك هي موضوع القوة وموضوع التبعية لل اللاعبين اللي مسميين حالهم يعني كبار وهن مجموعة عملاء بتفكر بطريقة عوجة وبتوصل لنتائج عوجة ولما بتكون خياراتك مبنية على منطق الحق ومنطق الخير ومنطق الانحياز للمستضعفين ولأصحاب الأرض والمحتلة أرضهم بتصير سهلي بالنسبة لك المسألة وبالتالي نحن خياراتنا هيك مبنية مبنية على الحق مبنية على الوقوف مع أصحاب الأرض فلسطين هي العنوان وعلى أساس فلسطين منختار وميزان فلسطين سهل ما في حدا بيقدر يزعبر عليه مواقف وأفعال ناخد السنوار شؤال عن سوريا وفرجونا شيء لتركيا يعادله بركنا احنا فيت عننا مثلا أقفلت السفارة وما سمعنا طرد السفير الإسرائيلي وما أرينا الخبر نبعت صواريخ لحماس من تركيا وما أحد أقلنا ما بيتخبأ هذا ما بيتخبأ إيران عم تدفع ثمن موقفها مع قوى المقاومة وتركيا عم تقبض حق تخليها عن قوى المقاومة الجماعات التي تقاتل الدولة في سوريا مدعومة لأنها تقاتل دولة تقف مع المقاومة الأمر كان آخر همون عنوانك إسلامي عنوانك علماني بتحب المثليين ضد المثليين آخر همون أنت مع إسرائيل والله مع مقاومتها إذا مع إسرائيل لك ضل أقرأ قرآن من الصبح لآخر الليل وطول لحيتك مترين وبدل الحطة البوس لف فيه كمان شو عنده المشكل معهم؟ أبدا ما عنده المشكل أنت مع المقاومة قضيها بالكبرات وروح أعمال مثلي بدهم يقتلوك هالآد هاو المعايير العقائدية هاو ما بيعنوا الأمر كانت ما بيعني الأمريكان بتصوم بتصلي كله هذا ما بهمهم كله جوهر بتصلى وصوم عندهم اسمه إسرائيل اسمه إسرائيل والناس عم تشتغل على دفتر شروط فيه ناس بهم هذي ضل أمريكان بتبيع فلسطين وبتقول أولي يكون إسرائيل أنا بهمني إسلم سلطة ببلدي ودفتر شروط استلام السلطة ببلد مثل سوريا خصوصا أن تكون مع إسرائيل بدليل الذي يجري مع الدكتور بشار الأسد من اليوم الذي تسلم فيه الحكم شو اسمه شو عنوانه لما إجاء كولين باول وقال له شو قال له قال له سكر مكتب حماس ما قال له مكتب الجبهة الشعبية لا لأنه كان القوة الأبرز في الساحة الفلسطينية التي تزعج إسرائيل هي حماس يعني ما آس على أيديولوجيا قال له هولي يساريين وقوميين سكر لي مكتبهم الإسلاميين ما عندي مشكل معهم وهلأ مين معتمد الأمريكي خلفوا لكولين باول أوستن معتمد جبهة النصرة اللي بيطلعوا حناس من حماس وبيقول لك إنه عاشت أيدي المجاهدين الأبطال فهي المعيار هو هذا معيار إسرائيل ماشي تاني بيستهد في سوريا بشار الأسد البعثية العلمانية للموقف من إسرائيل بيستهد في حماس الإسلامية لموقفها من إسرائيل الجهاد لموقفها من إسرائيل إيران لموقفها من إسرائيل حزب الله أنصار الله الحجد الشعبي لمواقفهم من إسرائيل وما عنده المانع بإسلامي من نوع آخر ما مستعديات الإسرائيل بيحملوه على الراحات وعلى الأكتاف وأنا بصراحة آخر همي أنه ما في شعب بالعالم ما عنده مشاكل وما في نظام بالعالم ما عنده مفاسد أنا ما بينضحك علي بهول نظام ظالم ونظام مدرشوه وحداً باعتلي يعني هل صحيح بأنه قتل شعبه وأنه مدرشوه أنا هولي ما بشيله من أرضهم يعني 3-4 تأليف وقصاص وما في نظام يعني إذا مسؤول ارتكب مفاسد يعني النظام مسؤول عن هالمفاسد وإساءات ويمكن ظلم ويمكن قمع ويمكن قهر كله بدك كله الأنظمة سواء في هذا الذي تجلسون في حضنه في تركيا أو في دول الخليج أو في فرنسا أو في شو ما فيه المعيار هو أنك أنت تختار أولوية ببلادك تقول شو هي الأولوية أنا بالنسبة لإليه معياري أنه أنا اختبرت موقف الرئيس الأسد من فلسطين واختبرت هل هو مستعد أن يساوم على فلسطين من أجل السلطة هون الشرف بيبين وباعتقد اللي بده سلطة بسوريا بحجم الذي تعرضت له سوريا وبده يعمل ثروة وبده يعمل مال معروف طريق المال والسلطة وما ساوى لذلك يعني منطقي طبيعي جدا أي واحد بيحترم حاله أمه مش مغلطة فيه كما بيقوله بيروح على هذا الخيار بيقول هذا الصح واللي أمه مغلطة فيه بصير يتأتق ويلقلق وأنه النظام وما النظام ومدرشوه هذا طيب والمقاومة وفلسطين وإسرائيل والاستقلال والسيادة وتركيا وتتريك وديمقراطية الخليج وعروبة تركيا ووطنية فرنسا كيف جامعون يعني كيف جامع هالخلطة ما عنده مشكلة بيجمع هالخلطة بيعتقد الصورة واضحة وضوح الشمس اللي بده يختار سهل عليه يختار واللي خايفان يعود مثل ما قلنا يلطالوا شوي لا يشوف كفة مين راجحها ينحاز لل ما بيقولوا مين بياخد أمي بيقولوا يا عمي في ناس ايك بتفكر وفي ناس بتقول أنه يعني خياراتي المبدئية إن انتصرت أنتصروا بها وإن استدعت التضحية أكونوا شهيدا لها ومريحين حالو الناس على الأسر